أولاً نصرة أهل غزة وفلسطين واجب شرعي على جميع المسلمين حكاماً ومحكومين بكل ما يملكون من الدعم بالمال والسلاح وبالمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية وبالتظاهر في الميادين وبكل أسلحة العصر المؤثرة في العدو لقول الله تعالى انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ثانياً على أهل ليبيا وشعبها فرداً فرداً وعلى حكامهم واجب شرعي ابتداء من المجلس الرئاسي ورئيسه ورئيس الحكومة ووزرائه وكل المؤسسات التابعة للدولة وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي ووزير الاقتصاد والبترول ومؤسسة النفط والغرفة التجارية عليهم جميعاً ألا يسمحوا بتصدير أو توريد ما يدعم الصهاينة من السلع والطاقة للشركات والدول الغربية التي تقف وراءه وتمده بالسلاح والمال والعتاد ثالثاً يجب على الجهات السالفة الذكر المسؤولة على الاستيراد في ليبيا مقاطعة ما يمكن الاستغناء عنه من سلع الشركات الداعمة للعدو وعدم توريدها لأنه تعاون على الإثم والعدوان ترجمة نانسي قنقر